اشتركوا في القناة هنتكلم عن الجلوكوز اللي في جسمنا ده ايه قصته وقصته دي هتفتح معنا مجال نحنا نتكلم عن حاجات كتير اول حاجة مصدر الجلوكوز اللي في جسمنا ده ايه هو بعد كده خلاص عرفنا هم موجود في الدم فعلا عايزنا ربق تركيزه عامل ازاي يعني تركيزه قليل طب تركيزه نورمل او تركيزه اقل من النورمل طيب هل هو لو تركيزه قليل او عالي او يعني عن الطبيعة هنعمل ايه جسمنا هيتصرف ازاي نبدأ اول حاجة به بتاعة الجلوكوز دي موين دمائب انا مجمع فيها المحاضرة كلها كده نبقى نرجع لها في الاخر يعني طيب اول حاجة ايه هو بتاع بلات جلوكوز بصو السورس بتاع بلات جلوكوز حاجة من اتنين يئمة من الاكل زي ما الصورة دي موضحة كده تمام يئمة من الجسم نفسه يئمة من الاكل انت شخص يعني مش متعرض مثلا للصيوم مش في صحرة مثلا مفيش اكل او في مجاعة او الكلام ده فانت بتاكل اكل ايا كان فيه جلوكوز بصورة مباشرة او فركتوز او جلوكوز ايا كان فده مصدر للايه مصدر الجلوكوز هتقول لي ازاي هو الجلوكوز والفركتوز هل هم هدول مصدر الجلوكوز ايوة طبعا بيتحولوا في الليفر للايه للجلوكوز فاذا هي المصير النهائي كله هو ايه هو الجلوكوز ده بالنسبة للاكل وامرها سهل طيب الجسم بقى ازاي هيبقى مصدر ليه الجلوكوز ازاي يعني جسمي هيصنع جلوكوز ايوة دلوقتي انت مكلتش يعني رقم واحد ده مش موجود مفيش اكل انت عايش مثلا في مجاعة او بقلك 12 او لحد حتى كمان 18 ساعة من 12 ل 18 ساعة مكلتش جسمك هيعمل ايه دلوقتي انا ما عنديش جلوكوز هعمل ايه هروح ادور على المخزن اللي عندي المخزون اللي عندي ده اسمه الجلايكوجن فابدأ ان انا استغل الجلايكوجن ده وابدأ ان انا نكسره اكسر الوحدة الاساسية بتاعته خالص اللي كانت في الاساس اللي هو الجلوكوز تمام العملية دي اسمها ايه اسمها جلايكوجنالسيس تحلل الجلايكوجن تمام تمام ده كان في امتى من اول 12 ل 18 ساعة صيوم طيب انا تعديت 18 ساعة 19 و 20 ومشية ده كله عدد ساعة انا ما صمتش فيها ايه اللي يحسن خلاص اللي مش لايكوجن تاني يكسره الجلوكوز فهيبدأ بقى يتصرف يتشقل ويطلع الجلوكوز هيعمل ايه هيدور على مصدر تاني الجلوكوز وبحيث ان هو يديها يعني يحولها للجلوكوز ويدينة الجلوكوز ويوفرهولي زي ايه عندك بروتينز عندك فاتي اسدز ايا كان بس اشهر حاجة اللي بيصنع منها الجلوكوز هو البروتين تمام تمام انا قلت ايه في الجزء ده قلت ان انا عندي سورش تاع الجلوكوز حاجة من اثنين اما من الضايت اما العملية تين دول اول حاجة لها الجلوكوز تحالل الجلوكوز دي في اول 12-18 ساعة لكن الجلوكو ان انا بصنع جلوكوز جديد دي اكتر من 18 ساعة ببدأ اصنع من مصادر تانية مين اكتر مصدر بلجأ له هو البروتين تمام تمام كده انا خلصت اول ايه اول انهم معنا في المحاضر الاثنية اللي تاني حاجة وهي الكنسنتريشن تركيزه بقى في الدم بصوا الجلوكوز بالتحديد اما تيجي تقول تركيزه في الدم هتقول تركيزه في اي حالة يعني انت لسه باكل اكلة كربوهيدريت مش زي مكلتها وبقالك ساعة مش زي ما بعد ساعتين مش زي وانت صايم الموضوع بيختلف فامتا دي بتفرق قوي في تركيز الجلوكوز بيختلف من حالة للتاني تمام تمام دلوقتي في حالة الفستنج فيه ارقام كتيرة عشان ما تلغبطوش فيها يعني ثبت معاك الرقم الاول اللي هو ده في حالة الفستنج نسبة الجلوكوز بتبقى سبعين لمية وخمسة سبعين لمية وخمسة فستنج سبعين فستنج يبقى سبعين اسمع سبعين يعني طيب الارقام التانية بقى هنحفظها ازاي فستنج دي اولا يعني تبانية من تبانية لتناشر ساعة طيب ادي معايا سبعين ليه مية وخمسة ده ايه ده انا صاعدة مكلتش بقى ايه تبان ساعات اول حتى اه تناشر ساعة طيب كلت اكلت كربوهيدريد بعد ساعة متوقع ايه اكيد النسبة هتبدأ تعلقى طب هتعلقى هتعلقى ايه يعني بص مش دي فيها رقم سبعة ودي فيها رقم خمسة اللي فيها رقم سبعة هنزود عليها خمسين واللي فيها رقم خمسة هنزود عليها ايه سبعين بإحنا هنبدل سبعة يبقى خمسة ونحط الصفر والخمسة سبعة ونحط الصفر تمام تمام سبعين وخمسين كام يبقى مية وعشرين ومية وخمسة وسبعين كام مفروض مية وخمسة وسبعين بس احنا نعتبرها كام نعتبرها سبعين فبالتالي يبقى مية وسبعين ودي ايه 120-120 يعني ده إيه ده بعد ساعة نسبة الجلوكوزة عالية جدا ولكن ده مش عشان عالية ان هو مثلا ضيبتك لا هو عالية علشان هو لسه واكل علشان كده أنا بقول لك كلمة إمتى دي هتوفرق لك قوي في انت تحكم على بيش انت ده هل هو هايبرجليسامك ولا هايبرجليسامك ولا نورمل طيب ده إيه ده بعد ساعة نمشي شوية نعدي ساعة كمان يعني بعد ساعتين من بداية الأكل متوقع إيه مين اللي هيقوم بالأكشن بتاع أكيد البنكراس مش هيسكت هيبدأ يطلع إنسولين الإنسولين يقلل من النسبة اللي عالية قوي دي فلا بما يقللها هيوصلها الكام تقريبا تقريبا هيرجع للنسبة النورمل تاني بس هتوصل يعني مش لنورمل قوي هي توصل لنسبة قريبة منها هتبقى كام هتبقى من سبعين بس بدأ المية وخمسة دي هتبقى مية وعشرين تمام يبقى احنا بدأنا أول حاجة سبعين لمية وخمسة هنزود على السبعين خمسين سبعة خمسة ونزود على الخمسة المية وخمسة دي نزود على سبعين خمسة سبعة بدأتني كام مية وعشرين لمية خمسة وسبعين بس هنعتبارها مية وسبعين بعد كده دا إيه دا بعد ساعة بعد ساعتين هنرجع تالي النسبة النورمل بس تكون عارف إنها مش هتبقى المية وخمسة هتبقى المية وعشرين تمام طيب أنا ما قلتش برضو عندك النسبة كانت اقل من 45 بص مش دي 70 احنا هنقسم السبعين على الاتنين سبعين على الاتنين كام 35 مش ان اعتبرها 35 اعتبرها ان هي 45 تمام والمية وخمسة هنضربها في اتنين مفروض تبقى كام 110 هنعتبرها 200 تمام تمام لو هي اقل من 45 يبقى ده هيبو جليسمك لو هي اكتر من 200 يبقى ده هيبو جليسمك تمام تمام يبقى امتى يكون هيبو جليسمك قول نص السبعين كام 35 يبقى خليها 45 يبقى اقل من 45 ده كده لكن اضرب المية وخمسة في اتنين او اضرب المية في اتنين يبقى 200 ده ايه ده هيبو جليسمك طيب ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه هيبو جليسمك مفيش سكر مفيش سكر في الجسم ده هيعمل ايه هيقدي ليه الوفاية كما ودس لان طبعا في اورجنز ما بتستحملش ان يفضل جولكوس قليل زي مسلا البريين حتى كما يعني مفيش اصلا اه لا لده ايه محدودة وخلاص بيموت يعني تمام ده لو ايه هيبو جليسمك طب لو هيبر جليسمك 200 او اكتر من 200 في الحالة دي هيحصل ايه هيبدأ خلاص انت تعديت النقطة اللي الكدني بتفضل محافظة على الجولكوس في الجسم انت هتعدتها خلاص الكدني الطبيعي في normal conditions ما بتخرجش جولكوس لكن انت وصلت المتين هل هي منطقي انه تفضل محافظة على الجولكوس اكيد لا فتبدأ تخرجه في اليورين تمام وتبدأ يحصل كمان لصف ويت الشخص ده تلاقيه خاسس قوي بيخرج منه سوايل كتيرة بيخرج الجولكوس منه في اليورين وده مش طبيعي بس طالما تعدت اللي ايه الحد اللي هو اسمه فطالما كده هتخرج اكيد في اليورين كمان في بعض بتحصل نتيجة ان في بكتيريا او ميكروبات كتيرة بتحب الوسط اللي يكون فيه يعني ايه سكريات فبالتالي بيحصل تمام تمام ازا في المرحلة دي هيحصل ايه بيخرج في اليورين وكمان له صف ويت طيب تخيل بقى تخيل مش متين ده انت وصلت لخمسمية لو نسبة عالية لخمسمية اكتر من خمسمية في الحاله دي ايه بردو هايبرgiesمية بردو بس اسمها ايهها هتعمل حاجة اسمها هايبر أوزمولار كومه ليه الاسم ده كومه نتيجة هايبر أوزمولارتي اللي في الجسم ال هوزمولارتي عالية او نتيجة ان السكر اللي فيها عالي جدا جدا ده مش مش سبعين ولا مائة وخمسة ولا حتى متين ولا الكلام ده ده وصلت لخمسمائة. هتقدي برضو الكومة بس هنا الكومة اسمها ايه? تمام? يبقى احنا كده قلنا جزء الايه? طبعا خلصنا لسورس. نتنقل الجزء التاني هو. قلنا سبعين لمية وخمسة. هنجمع بقى زي ما قلنا. اللي احنا مشينا عليها. وبعد كده قلنا. هنقسم السبعين على الاتنين. هنعتبرها ان هي خمس واربعين. ونضرب المية في اتنين. تبقى متين. ولو اكتر من خمسمائة ده. طيب نتنقل بقى للنقطة التالتة وهي نقطة. انا ازاي اتحكم في الجلوكوز ده. طيب احنا ازاي نتحكم في الجلوكوز عبارة عن ميزال لكفتين. الكفتين دول عبارة عن ايه? كفة موجب وكفة سالم. الموجب ده اللي انت بتضيفه. طب انا بتضيفه منين? ايه هو المصدر بتاع الجلوكوز? قلنا حاجة من اتنين. يا اما من الاكل? يا من الجسم. خلاص بعرفنا الاكل يا اما ايه? جلوكوز فركتوز جلوكوز ايا كان الفركتوز والجلوكوز هتحول برضو في الاخر الجلوكوز. طيب ما هو من الجسم بقى هيجي منين? قالك الجسم حاجة من اتنين. يا اما من اتناشر لتمنتاشر ساعة هيبدأ يكسر الجلوكوزن. لو تعددت التمنتاشر ساعة هيبدأ يعمل ايه? يصنع جلوكوز جديد. واهم مصدر هو مين? البروتين. تمام? كده احنا خلصنا لايه? الكفة اللي كانت بالموجة. وتكلمنا عنها بالتفصيل. انا باعز اتكلم عن استهلاك الجلوكوز. استهلاك الجلوكوز بستهلكه في ايه? او بخرج الجلوكوز في ايه? بتستهلك الجلوكوز كده فكر اسأل نفسك سؤال. انا بستهلك الجلوكوز في ايه? يا اما دخل جوا الخلية يحصل له ابتيك والخلية يحصل الجلوكوز يعني اكسادة ويتحرق. وطلع منه طاقة وطلع منه انترميديتس تانية. ده اول حاجة. يا اما ممكن تخرجه في اليورين بس طبعا ده مش في الظروف العادية. ده لو في حالة ايه? في حالة ايه? في حالة انت تعديت رينالس ريشولد. عدت المتين. تمام? للمعرفة يعني رينالس ريشولد مئة وسبعين للمئة وثمانين. فانت وصلت المتين فخلص انت تعديتها فبالتالي هيبدأ يخرج ايه? يخرج في اليورين. تمام? يبا احنا اول حاجة اما ندخل الخلايا ويحصل ابتيك ووكسديشن. اما نخرجه في اليورين بس طبعا مش في الظروف العادية. اما كمان تبدأ بقى ان انت تشوف له صرفة تانية. صرفة تانية يعني ايه? تبدأ تاخده وتبني عليه وتكون جلايكوجين. او تبدأ تاخده وتصنع منه لبد. فالعملية اندول اسمهم ايه? جلايكوجينس استصنيع الجلايكوجين او لايبوجينس استصنيع اللبد. تمام? تمام. بدأ فكرة الايه? فكرة الريموفل بتاع الجلوكوز. طيب. ده كده الشرح اللي احنا قلناه. الريموفل بقى يتم ازاي? اما ابتيك يا اما اوكسديشن يا اما جلايكوجينس بصلنا على جلايكوجين او بصلنا على اللبد. او بعمله بس دي فين? في الى هو في حالة لو تعدي تارينا السريشورد اللي هي كان اخرها 180. تمام? طيب. نتنقل بقى لنقطة التالتة وهي الاجهزة بتاعت الجسمة المختلفة ازاي بتتحكم في الجلوكوز. بنبدأ اول واحد اول حاجة كده معينا وهو الجهاز الهضم. الجهاز الهضمي ازاي بيساعد في ان يعمل ريجوليشن البلد جلوكوز. بصوا. احنا دلوقتي اما نجي نتكلم عن الجهاز الهضمي احنا نتكلم عن حكتين اتنين في بس. اللي هما مين? المعدة والانتستن. الاستومك والانتستن. بس كده. فروحنا الانتستن ونشوفنا هي بتتزاعد ازاي بعملات لانتستن وعايزين نشوف هي ازاي بتزاعد في اعمية. بصوا. لقى الاستومك وتقول نا ايه? انا احافز على نسبة الجلوكوز. اعتنى فيها هعمل ايه? هاتخ لي الاسطمك ده يحصل له slowly evacuation يعني مش بكل الأكل اللي بيدخل الاستومك على طول فورا يتنقل الانتستن وفورا الانتستن تعمله absorption لا ده واحدة واحدة في فيديو موضح الموضوع ده بس يعني مش عارفة وصالك ازاي كي اني انت مثلا ماسك ايدك كده مثلا عارف يعني ماسك ايدك يعني ماسك بحاجة ونقطة نقطة كده بتنزلها هي دي فكرة الايه الاستومك مش على طول بتدخل تمام ده بالنسبة للايه للستومك بتعمل slowly evacuation تاني حاجة وهي الانتستن بتعمل ايه الانتستن بقيت لك انا بعمل حركة اسك اللي هو ايه وانص ان هي حست او الميكوزة بتاعتها حست ان فيه اكل لمسها بتبدأ ان هي طلع جب وعم ما فيش الكلام ده يعني ما فيش حكس ما جب يعني بس انا بقول لك علشان اختصارا للاسم بتاع الهرمون علشان ما تنسوش اول ما الانتستن الميكوزة بتاعتها بتحس باكل او او اكل يعني عليها بتبدأ تطلع جي اي بي اسمه ايه جاسترك انهيبتوري بولي بيبطايد او اسمه الجي اي بي اسمه جاسترك انهيبتوري بولي بيبطايد جاسترك نسبة للمعدة انهيبتوري طب ازاي انهيبتوري للمعدة بص ادي الستومك ويدي الايه الانتستن اول محسط بدأت تطلع جي اي بي الجي اي بي ده ايه بيعمل انهيبشل للستومك يعني بيحفز اللستومك ان هي تبطأ او يعني المهم بتبطأ من عملية الايه او عملية التفريغ بتاعتها ما تفرغش المحتوى بتاعتها بايه بسرعة لأنا عايزها واحدة واحدة لأن انا حسيت ان في اكل وصل فانا حسيت اطلع ال جي اي بي انبه الستومك ان تبقى بتعمل التفريغ بتاعتها او اليفاكويشن بتاعتها بالروح دي اول حاجة تاني حركة زكاية بقى بتعملها وهي بتبدأ تطلع انسولين ما انا خلاص حسيت باكل الاكل ده ما صيره ايه هيحصل الابزوربشن ويروح للجسم وجلوكوزها يعلى فانا عايز اجهز لحاجات اللي عندي علشان اول ما الجلوكوزها للانسولين يشتغل ويقوم بالاكشن بتاعه فبتعلي الانسولين ده بيساعد في ايه بيعمل انهيبشن لعمية الامبتائنج بتاع الستومك من ناحية ومن ناحية تانية بيساعد في ايه فان الانسولين يبدأ ايه يتمشط ويقوم بالاكشن بتاعه يعني طيب ده كده بالنسبة للرول بتاع الستومك والإنتست تعالوا نقرأ الكلام بيقول لك إيه بالتدريج طيب لو جئنا سألنا أي حد و قلناه هل البوليساكرايد أسرع في الامتصاص ولا المونوساكرايد أكيد المونوساكرايد أسرع وأسهل ليه؟ أصلا دي أنت لسه هتعمل لها الديجرشن وتحولها المونو وبعد كده تبدأ تعمل لها إيه؟ فبالتالي أكيد دي هتبقى إيه؟ دي هتبقى أبطأ فده حاجة بتساعد شوية فعام يترجي ليش؟ ماشي دي أول حاجة تاني حاجة وهي أن أصلا معدل الامتصاص في جسمنا بيكون بطيء يعني تخيل مثلا لو واحد سبعين كيلو جرام مثلا قال لك كل كيلو جرام واحد كل كيلو جرام واحد بيحصل امتصاص لواحد جرام من الجلوكوز في الساعة تمام؟ يعني لو شخص سبعين كيلو جرام في الساعة الواحدة يحصل امتصاص لكام؟ لسبعين جرام يبقى واحد جرام لكل واحد كيلو جرام لكل واحد ساعة واحد 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 طيب ده بالنسبة لعملية الايه الامتسوس بطيئة ولا مش بطيئة بطيئة روحنا للانتستين لانها بتعمل ايه بتطلع جي اي بي الجي اي بي ده بيعمل ايه بيروح على الاستومك يقلل من عملية الامتاينج والتفريغ بتاعها كمان آآ تاني حاجة بتحصل وهو انه هو آآ الهرمون ده كمان آآ دي متقرر تاني ان هو بيساعد في ايه بيبدأ يساعد في ان يحصل للانسولين ويقلل من نسبة الجلوكوز طيب نروح نروح بقى المين للليفر روحنا شوفنا الليفر بيعمل ايه بص الليفر او اي ارجن من هنا ورايح ما تيجي تشوف هو بيعمل ايه بيعتمد على حالتك ايه هي يعني انت حالتك عندك جلوكوز في الجسم ولا ما عندكش اكيد لو عندك لو عندك هيبدأ اي شي للنسبة زيادة اللي عندك كتير يعني لو ما عندكش هيبدأ اي ضفلك تمام فده بيعتمد على حالتك انت يعني حالتك انت فيها جلوكوز ولا لا طيب فعشان كده الليفر بيعمل ايه بيقول لك كان آآ ايد جلوكوز توزا بلد يقدر يضيف لو انت ما عندكش علشان ما يحصلش ايه هيبو جليسمية في حياة الصيوم لكن كمان لو انت لو انت عندك كتير فبيبنع ان يحصل عن طرينه بيشيل الجلوكوز من ايه من البلد تمام تمام طيب ازاي بقى بص في حالة الفاستنج انت دلوقتي صوي مش واكل حيك ايه اللي يحصل هلجأ لايه هلجأ للجسم بتاعي اروح للمخزون اللي عندي اعمل جلوكوز جديد دي من 12 ل 18 ساعة ودي من اكتر من 18 ساعة طيب اه لو في حياة الفيدي ستايت انت واكل ايه اللي يحصل هبدأ ان انا ادخله للخلايا وعمل اوكسيديشن وعمل عمية اشوفت لو في زيادة قوي والخلايا خلاص اكتفت ابدأ اصنع منه او ابدأ اصنع منه ايه لابد ده بالنسبة للفيدي ستايت طيب نروح للكدني هي الكدني وظفتها ايه الكدني وظفتها انتو خدتو بقى في الرينال وظفتها اخراج فقيت لك انا كل اللي حلتي اخراج بس هتجدعم معك كده وعمل حاجة زيادة بس الاساس ايه الاساس ان انا معايا في ايه في الريجوليشن بتاعي الكدني هتساعدني في عمية الاخراج طيب ازاي بص في النور مالكونديشن الطبيعي ان الكاليا ما بتخرجش جلوكوز ولكن تخيل ان احنا تعدينا الريينالس ريشولد اللي كان كامل كام من سبع مئة وسبعين ل مئة وثمانين تعدتها وصلت المتين متين وثلاثين او عاليت عن كده بتبدأ الكاليا تخرج جلوكوز ليه علشان ما اعصالش هايبرجولايسامي اكتر واكتر وتدخل في كومة انتس فبالتالي الموضوع ايه الموضوع بيعتمد على الحتة دي وصلت الريينالس ريشولد خلص شكرا ابدأ اخرج جلوكوز في اليورين طيب ده كده بالنسبة لأول حاجة الحاجة التانية اللي الكدني هتساعدنا فيها برضو ان هي هتصنع جلوكوز جديد تمام طب فكرة تصنيع جلوكوز جديد اسمها ايه اسمها جلوكو نيوجينسس تصنيع جلوكوز جديد اسمها جلوكو نيوجينسس تمام يبقى احنا معنا حاجتين اول حاجة بتمنع ان يخرج جلوكوز في الزروف العادية لكن لو في حالة تعدت الريينالس ريشولد تبدأ تخرجه في اليورين تانية حاجة بتصنع جلوكوز جديد وقال لك معلومة كده ان انت لو في حالة يعني لو انت صايم ب يعني صيوم بسيط أو قصيار يعني ده في الحالة دي بتساعد بنسبة 10% في عامية الجلوكونيجانسيس لكن لو في حالة بتساهم بنسبة 50% في إنتاج الجلوكوس فالموضوع بيعتمد على انتصام بالكاد دي لو فترة بسيطة 10% لو فترة كبيرة يبقى 50% ده بالنسبة لإيه للكدني في الطبيعي تمام؟ ده لو ما تعددش اللي هو كانت 180 تمام؟ تمام؟ ده أول حاجة تاني حاجة لو حصل يعني بدأت يكسيد الفاليو دي بتبدأ إيه؟ تسمح إنه يخرج في اليورين كمان بتساعد إنه يحصل جلوكونيجانسيس في حياة الفاستنج لو مش موجود 10% إلى 50% تمام؟ نتنقل ليه رقم 4 وهو اللي يبوستشو ويق المصل كنا زمان من نقول في سنوي كده أو في إعدادة دي كنا منقول إيه؟ الجلوكوس بيتخزن في الكبد والعضلات على هيئة جلايكوجين وده فعلا بقى دورها هيئة في الحتة دي دلوقتي أنا قلت من هنا ورايح إحنا هنأعتبر كل الأورجانس لما نيجي نقول هي بتعمل إيه بالنسبة للرجوليشن هنقول حاجة من اثنين إنت حالتك إيه؟ في حالتك؟ في حالة صيوم ولا في حالة فيدنج؟ فدلوقتي أنا دلوقتي عندي سكر كتير تمام؟ هعمل إيه؟ المصل زي هتعمل إيه؟ عندك سكر كتير؟ تمام المصل زي بتعمل بتنقبض و بتنبسط تمام العملية دي محتاجة طاقة فقوم جاي مستغلة ده وعمل أكسيديشن المصل زي بتحرق جلوكوس كتير فبدأ قوم إيه؟ مستغلة العملية دي وعمل أكسيديشن ما انت عندك كتير بقى؟ طيب إيه تاني؟ طب تخيل لو انت في حالة عملت أكسيديشن عايزة عمل إيه تاني؟ هتبدأ بقى أن هي المعلومة اللي أنا كنت بقول لك عليها اللي هو إيه؟ المصلز بتبدأ أن يتخزن جلوكوس في صورة جلايكوجين فيها هي والكبد يعني فبالتالي انت عنده جلوكوس كتير حاجة من اتنين إيه ما تعمل له أكسيديشن وتحرقه إيه ما تبدأ تحوله إيه؟ لصورة جلايكوجين كده أنا تخلصت من جلوكوس اللي عندي إيه؟ بزيادة ده في حالة لو كان إيه؟ لو كان كتير طب تخيل أن انت في حالة فاستنج بقى سيوم هتعمل إيه؟ هل هتبدأ أن هي تشتغل بقى وتخزنولك أنت أصلا ما عندكش حاجة ففي حالة الفاستنج هتعمل إيه؟ هي المسلز دي كل اللي حالتها إيه؟ هي أصلا المسلز إيه؟ المسلز هي بروتين هتبدأ أن هي تكسر البروتين جواها طبما لما تكسر البروتين هتطلع لك أمينو أسد طبما الأمينو أسد دي تبدأ أن هي بتصنع منها جلوكوس طيب فقال لك أشهر الأمينو أسد اللي بتتصنع ليه اللي بتتحول لجلوكوس يعني هو الألانين ماشي؟ يبقى مين هو أشهر أمينو أسد بيتحول ليه جلوكوس هو الألانين تمام دا كده بالنسبة لإيه بالنسبة ليه الموسلز طب بالنسبة بقى للأديبوستشو أديبوستشو ده بيبدأ برضو في حالة الفاستنج أو في حالة الصيوم يبدأ إن هو يتكسر للمكونات بتاعته الأولية اللي هم مين؟ لما الفاتي أسد والجليسرول طيب الفاتي أسد والجليسرول ده الجليسرول ده هيروح للليفر ويتصنع منه جلوكوس والفاتي أسد برضو هتساعد في عماية الجلوكونيوجينسس وبالتالي برضو أنا كده إيه؟ ساعدت إن أنا حافظ على نسبة الجليكوس في الدم تمام؟ يبقى بيقولك الاتنين بيمنعوا إن يحصل بادخله بعمل لأكسيديشن بس إيه الموسلز بتساعد إن هي تحاول لإيه لجليكوجين يبقى سواء الده أو ده بيحصل في يوم أكسيديشن ولكن الموسلز زيادة عليها الحتة لما انتهدي في الكبد والعضلات بيتخزن الجليكوز على هيئة جليكوجين يبقى ده بيحوله لإيه لجليكوجين وده بيحوله إيه لجليكوجين والاتنين بيساعده في الأكسيديشن طيب في حالة بقى لو في حالة إن أنت صايم ما عندكش جليكوز هتبدأ دي تتكسر لمحتوياتها الأولية الهورفاتي أسد والجليكوجين وده تبدأ إن هي تتكسر الأمين وأسز من أشارها الألانين ويبدأ يتحول ليه جليكوز اللي هي عمالي اسمها جلوكونيوجينسس طيب نتنقل بقى للهرمونز اللي بتساعد فيه إرجوليشن للبلوت جليكوز طيب بصوا إحنا عندنا الهرمونات عبرها عن حاجتين أول حاجة وهو الإنسولين تانية حاجة وهو أي هرمون تاني أي هرمون تاني بنحطه في كفة والإنسولين ده الواحده في كفة على أساس إيه قسمتها؟ على أساس طريق تعملهم مع الجليكوز الإنسولين الواحده ده بيعمل إيه؟ الإنسولين ده بيحب إيه؟ بيحب إنه الجليكوز يبقى حليه في الدم ولا قليل؟ لا يحب إنه يقلل من الجليكوز اللي في الدم ويدخله للخلية ويعمل له اوكسيديشن ويحصل أبتيك يعني للجليكوز ويدخله بالخلية لكن أي هرمون تاني بيساعد في إن الجليكوز يعليه يعني أحط بقى أي هرمون تاني جي إتش، سيوريد هرمون، جلوكوكورتيكويد، جلوكاجون، إبنيفرين، أي حاجة غير كده بتساعد في إنه يحصل هايبرجليسمية لكن الإنسولين الواحده هو اللي كان بيقى بيقلل من الجليكوز طيب نشوف بقى إيه الهايبرجليسميك هرمونز بتساعد في إيه؟ أول حاجة بصوا عملية الجليكوجنالس دي عملية يعني بكسر من الجليكوجن طيب لما ما تكسر من الجليكوجن هيتحول لجلوكوز، طيب أنا عايزة يتحول لجلوكوز وجلوكوز يعليه؟ أو أنا عايزة كده علشان هي هايبرجليسميك هرمونز، فبالتالي هيتزيد طيب إيه تاني جلوكونيجنسيس، جلوكونيجنسيس بصنع جلوكوز كتير فالجلوكوز يعلي في الدم فبرضو العملية يعني الهرمونات دي بتحب تعليها اللايبولاسيس، اللايبات بتتحول لفاتية أسد برضو عن طريق جلوكونيجنس تتصنع منها جلوكوز، فبرضو أنا أحب إن الجلوكوز يعلي فالهرمونات دي بتعليها في المقابل بقى هي هايبرجليسميك يعني عايزة جلوكوز يبقى عالي، فتحب إن يدخل للخلية؟ يحصل لأبتيك؟ لا تحب إن يحصل لأكوCydation أيضا ، لا تحب إن يتحول لglycogen ويتصنع منه جلوكوشن؟ لا، أنت كده كده بتستهلكه أنا مش عايزة أكت coatedليتها عالي، فبالتالي يتقلل العملية دي هاتحب إن يحصلوا تكوين للإبداكن أو تصنيع للإبداhur كده إستهلكه، أنا مش عايزة استهلكه وأقليه Bevölkerه لديت cameraょ calls if you وتسيب رحمة ربنا تنزل هي كمان بتقلل من الانسولين يعني حتى الانسولين اللي كان شوية بيقلل من نسبة الجلوكوز لا هي هتقلله فيفضل نسبة الجلوكوز ايه عالية علشان كده اسمها ده كده الرول ايه بتاع الجلوكاجون والابنفرن حاجات كتيرة قوي ماشي بتشتغل على الجلوكوجين تحلله تقلل من ان يتكون يعني تكسر الجلوكوجين وتقلل ان يتكون وتصنع الجلوكوز جديد وتساعد في تكسير الثهون طيب نشوف بقى الجلوكوكورتيكويد والجلوكوز هرمون الاكشن بتاعه هو جزء من الاكشن ده برضو يعني بس احنا هنا مش نقول حاجة يعني ده ده الاكشن الكبير بتاع الجلوكاجون والابنفرن الجلوكو كورتيكويد والجروس هرمون يعني الأكشن بتاعها جزء من اللي فوق شوي طيب أول حاجة برضو الجلوكو نيجينيسيس تصنيع جلوكوز جديد برضو هتزودها علشان هي عايزة الجلوكوز يعلى اللايبولوزوس نفس الكلام فاتي أسد فتصنع منها جلوكوز الأبتيك بيقل والوكسديشن بتقل لكن بقية الخطوات أنا ما قلتهيش باعتبار يعني أن مثلا بنيفرن ده الجلوكاجون ده بيشتغل مينلي على الجليكوجين فهنا قال لك إنه هو بيزود الجليكوجين وليسس لكن هنا ما قالش مثلا الجليكوجين وليسس هنا برضو مجابش سيرة هنا تحت هنا مجابش سيرة الجليكوجين خالص ولا جاب سيرة تصنيع ليبز ولا أي حاجة هو هنا قال كل حاجة لكن هنا قال إيه اللي هو الأبتيك والاكسديشن بالنسبة للين هو بيقل والزيادة هو الجليكورنيجينسيس والايبوليسس وخلاص festivals اللا تحت جزء من اللي فوق طيب النية بقى للسيرويت هيرمون محاضرة السيروكسين كنت شرحتها بالفيسيولوجي واخدنا فيها قلت إيه؟ إن T3 و T4 دول بيساعدوا في إني يزودوا من الإنسلين هنا في المحاضرة مكتوب إن هما بيزودوا من Inactivation بتاع الإنسلين يعني بيقللوا الإنسلين يعني فأنتوا برضو تتأكدوا من نقطة دي هو السيروكسين بيزود الإنسلين ولا بيقلل الإنسلين تمام؟ بس تعالوا نشوف بقى إيه هو الرول بتاع السيروكسين ده بيأثر على الجلوكوس بس بيقول لك نوت فولي إكس بليند الكنزمي إحنا برضو مش قادرين نفسر المكنزمي بتاعته هو بيعمل حاجات كتيرة إنت تحس إن هي في حاجات بتبقى هايبرجليسيميك وحاجات بتبقى هايبجليسيميك إزاي؟ أول حاجة هو بيساعد أولا من كده كده السيروكسين درمون إحنا كلنا عارفين إنه هو بيزود من البيزر الميتابوليك ريت بيزود من معدل الحرق ومعدل الميتابوليزم اللي في الجسم إزاي؟ يساعد إن الجلوكوس بصرعة يحصل لأبزوربشن وبعدين لما يحصلوا لأبزوربشن يدخلوا للخلايا وبعد كده ما يدخل للخلايا يحصل لأكسيديشن طيب إيه تاني؟ يروح على الجلوكوس إن يكسروا فيتحول لجلوكوس برضو يساعد يتصنع جلوكوس جديد فبرضو الجلوكوس يعلى يساعد في إن الليبتي تتحول ل فاتح أسد فبرضو إيه أصنع منها جلوكوس تمام؟ تمام فده كلها حاجات أنا يعني واضحة قوي إن أنا بزود من الامصص بزود من الابتك بالك樂جوكوس بزود من الجلوكوس بزود من الجلوكوس الحاجات دي كلها لصالح الهايبر جليسميا أكتر ماشي؟ هتقول لي ما هو الأبتيك ده بيقلل من الجلوكوس بطريب ما هتقول لي إن الأكسديشن ده بيقلل من الجلوكوس بس تشوف كم حاجة تانية بتزود يعني الابزوربشان بيزود الجليكو جنالوسس الجلوكونيوجناسس كل دي حاجات بتزود من ايه من معدل الجلوكوز اللي في الدم علشان كده نتأفكت ايه لكن بيقلل من ايه بقى بيقلل ان يحصل تصنيع جلايكوجن ما هو الجلايكوجن ده لو متصنع تصنعونين اصنعون جلوكوز تم الجلوكوز هيقل لا انا مش عايزة هيقل انا عايزة يفضل ايه عالي تاني حاجة الليبو جنسس لايبوشنسس ده تصنيع اللي بد من الجولكوز فالجولكوزيقل وانا مش عايزيقل طيب كمان بيقلل من ايه من الانسولين ودي نقطة نعم بقول لكم ايه اه يعني اه اه تأكدوا فيها هل هو بيقلل الانسولين ولا بيزود الانسولين طيب ده بالنسبة لسائرات هيرمون دي كده السامري بتاع المحضرة اه انا مش عايز ان انا اقوله لك ده قدي عشان ما ما دوشكوش بكمية حاجات وعمليات كتيرة انت قرواه مع نفسك وانا شرحت كل تفسير اه كل حاجة كان بيحصل ازاي تمام فانت كده اشوفها مع نفسك واختبر نفسك اللي هو ده بيزيد ولا بيقل اه بيحصل اين اكتيفيشن ولا اكتيفيشن وهكذا تعالوا بقى نرجع بتاعة المحاضرة هنرجع المحاضرة كلها ان شاء الله يعني في ديتين بصوا اول حاجة اه 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 قلنا حاجة من اتنين اللي هو ايه اللي هو الاكل والجسم الاكل جلوكوز فراكتوز وجالكتوز وقلت ان ده دول كده بيتحول الجلوكوز في الاخر من الجسم حاجة من اتنين يا اما اول حاجة بالجأ لها من اتنوناشر الى تمانتاشر ساعة بعمل ايه بكسر الجلوكوز لكن لو اكتر من كده بابدأ اصنع جلوكوز بتصنعه من اهم حاجة من البروتين تاني حاجة تركيزه قلنا هنسبت معنا رقم اللي هو كان كام من سبعين لمية وخمسة هنزود على السبعين خمسين ونزود على المية وخمسة سبعين تمام فنزودها يديني رقم ده نرجع تاني بعد ساعتين يعني شوية هتبقى وريبة من النورمال اللي هو كان اللي هو سبعين لمية وعشرين تمام تمام بعد كده هنحسب ازاي او هنحكم ازاي لو اقل من النص بس مش نص قوي يعني اللي هو خمسة واربعين هيبقى لو اكتر من ميدين يبدأ يخرج في اليورم ويقل الوزن ويحصل طيب اه لو كان اكتر من خمسمية دي اكتر من عشان ما حدش فكرها سبعة يعني اكتر من خمسمية ده في الحالة دي يحصل ايه تمام بعد كده بتاعه قولنا بنتحكم فيه عن طريق ايه هرمونات بتساعد في حاجة من اتنين ياما يزيد ياما يقل الحاجات اللي بتزود الجلوكوز في الجسم خلاص قولنا اللي هو بتاعته حاجات اللي بتقلل ايه بقى تعمل تعمله ابتيك تصنع منه حاجة تانية او شوف له صفة تانية يعني زي ما كنت بقول او تخرجه بس طبعا دي في ايه في النورمال كوندشنز في قصدي في الاكسكريشن دي في لو تعدي يعني بعد كده البادي قولنا اول حاجة بتعمل ايه تعمل سلولي ايفا كويشن للجلوكوز عشان كده بيبقى الامتصاص جراديولي بتعمل ايه بيطلع جب جب ده بيعمل ايه بيمنع ان يحصل امتاينج بسرعة من الستومك تانية حاجة بيطلع من الانسولين فبالتالي يقوم بالاكشن بتاعه ويقلل من الجلوكوز اللي في الجسم البوليسا كرايت طبعا بتبقى بسيقة فالجي ايتي بيمنع ان يحصل ايه هيبرجل هيسامية تمام والمعدل كام واحد 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 جرام لكل واحد كيلو جرام لكل واحد ساعة اللي بيعمل ايه على حسب حالتك ايه هي لو انت في حالة فاستنج هيضيف لو انت في حالة اكلها هيبدأ ان هو ايه يعمل طيب نروح للكدني الكدني ووظيفتها الاساسية ايه اخراج في النورمال ما بتخرجش جلوكوز لكن لو تعديت هتبدأ تعمل ايه طب يا ترى ايه هو مية وسبعين لما وتمانين عدتها بقى بيت متين فهتبدأ تخرج طيب هتضيف امتى لو في حالة ايه هتضيف وتعمل لو اه لو في حالة شورته فاست عشرة في المية لكن برولونج يبقى خمسين في المية طيب بعد كده نشوف المسلز والأدي بوسط شو بقى بعد اه بعد اه لو لو كانت واقبت كربوهايدريت المفروض قلنا ان اللي اتنين اللي اتنين كده كده بيعملوا عملية ايه عملية اه اكسديشن ولكن الفرق بينهم ان المسلز بتقدر تحولها للجلايكوزن لكن ده يبدأ يحاولها لترايجليسرولز طيب بعد كده الفاستنج بقى في حالة الصيوم هيبدأ إيه اللي يحصل؟ المصز إيه عبارة عن إيه أصلا عبارة عن بروتين فتكسر البروتين اللي حالتها ويتحول لأماين أسد بالتحديد الألانين طيب والأديبوستشو يبدأ يتكسر لإيه؟ لفاتي أسد زوجليسرول وبعده أتصنع منها الجلوكوز وأعمل عمل عملية الإيه؟ الجلوكونيوجينسس تمام؟ ونركز أن الاتنين بيعملوا أوكسيديشن ولكن الفرق أن المصز بتخزينه في صورة جلوكوز لكن الأديبوستشو بيخزينه في صورة إيه؟ آآ ترايجليسرولز نيجي بقى للهرمونات قلنا الهرمونات إيه؟ الأنسولين ده الواحده وأي هرمون تاني الواحده الأنسولين ده إيه؟ هايبو جلاسيم يحب أن الجلوكوز يقل بعد كده قلنا الجلوكوز والإبنفرن هيزوده من أي حاجة تزود من الجلوكوز يعني الجلوكوز يزودوها الجلوكوز يزودوها نفس الكلام بيقلل من الأنسولين لا بيرحمه لا بيسمي الرحمة ربنا تنسي الجلوكوكورتيكوية نفس الكلام بس الأكشن بتاعها تلاقي جزء من ده هتشيل منه الشغل بتاعه إيه؟ الجلوكوز تمام؟ تمام وبالنسبة للعاملية الحاجات اللي بتقللها الأبتيك والأكسيديشن شكرا نجي بقللت سيرويد هيرمون برضو ده هايبرجليسميك بيزود بسرعة من الإيه؟ بيزل متابوليكريت يحصل أبزوربشام بسرعة أبتيك أكسيديشن يحلل الجلوكشن يصنع جلوكوز جديد يكمان يعمل إيه؟ يوقف الإنسولين وقلنا تأكده من النقطة دي علشان فيه اختلاف دايما بيبقى بين الفيسي والباوية يعني في المنزل بتاع الإندوكراين بالتحديد الميكانيس بيبقى بتاع الريجوليشن ده يعتبر إيه؟ خلاصة المحاضرة كلها بيقول لك لما بتاكل أكلة كربوهايدريت الجلوكوز هيعلى فمين اللي هيعلى وراء؟ الإنسولين يدخلوا للخلايا طيب الليفر لو خلاص أنت عديت يعني أو أنت يعني عايز تحافظ عليه أو تخزنه في جسمك يحاولوا إيه؟ الجلايكوجين تمام هتصنع جلوكوز جديد أكيد لا يعني ده أنا عندي جلوكوز في الجسم أنا عايزة دلوقتي يخزن واستخدمه كتير علشان ما زودش كمان وحطوا جلوكوز تاني فاستنج بقى في حالة سيوم الجلوكوز هيقل فبالتالي الجلوكاجون هيعلى والأدرينارين هيعلو ليه علشان يشتغلوا بقى يحلوا له جلايكوجين يصنعوا جلوكوز جديد وهكذا الأبتيك هيبدأ يقل لما أنا ما عنديش جلوكوز لأنني أدخلوا لخلايا وحرقوا تمام؟ هيبدأ يعلى ليه علماية لإيه الجلوكو طيب دي كده المحاضرة كلها لو حد ممكن ياخد سكرينشوت للميند ماب دي إن شاء الله تكون يعني محاضرة خفيفة عليكم ما تاخدش من كل وقت في المجهود بس كده يوه مع السلام نشوف بقى السئلة دي كده أول حاجة أهم حاجة كنا بنعتمد عليها هي البروتين تاني حاجة كان كام 70 لمية وخمسة وكان كام فبقول عليه أقل من 45 أكتر من 200 أول حاجة كان بيساعد في عملية أنه يحصل يعني في النورمال ولكن بيحصل في حالة لو حصل إيه بدأت تتعدى تمام؟ تاني حاجة بتساعد عائمة الجلوكوني جانسس طيب بعد كده أمينو أسد بريليز بروتين أرمستلي ألانين الجلوكوز ده كان بيعمل إيه بيساعد في نسبة الجلوكوز إنها تبقى عالية فنبص كده على الاختيارات أول حاجة بتتكسر بتحول الفاتي أسد فهتتحول لجلوكوز فالجلوكوز تثبتها تعلى فإذن ده فعلا مع الجلوكوز تاني حاجة الجلوكو نيوجينس تصنيعه جلوكوز جديد فنسبتها تعلى فده برضو معينا جلايكو جانسس تحلل الجلايكو جانسس فبرضو معينا عشان لتحول لجلوكوز فنسبتها تعلى لايبوجينسس فهتبقى رقم دي لإن الليبت هتتحول هتيجي من جلوكوز فنسبتها تقل والجلوكوز مش عايز كده نتأفكت في سيرويد هرمون بيعمل إيه هايبر جليسامية أو هايبر جليساميك يعني بعد كده أول آر ديكريز ده باي سيرويد هرمون إيه الحاجات السيرويد هرمون بيعليها من الاختيارات دي عشان هو بيقول أول حاجة تصنيع جلايكو جانسس تصنيع جلايكو جان بيقل عشان هو عايز نسبة الجلوكوز تعل لايبولوسس بقى تحول للليبت بتحول للفاتي أسد فهو عايز يعني يزود عمية الليبولوسس علشان يصنع منها جلوكوز بس كده أتمنى تكون المحاضرة خفيفة إن شاء الله ما تخدش منك وقت يعني إن شاء الله ربنا وفقنا جميع سلام عليكم